دكتور طرق عوض متحدثا باسمها مبادرة رئيسية لإحلال السيارات هل نفس الوضع الحالي اللي احنا بنتكلم فيه والأربع عوامل اللي اتكلم عليها سادة المستشار أثرت على مسألة الإحلال ولا لا؟ بطبيعة الحال المبادرة الرئيسية لإحلال السيارات هي جزء من السوق المحل لأن المشارك في المبادرة شركاء المبادرة من شركات السيارات هي شركات وطنية تعمل داخل جمهورية مصر العربية ولكنها تحمل مركات عالمية وبالتالي الشركاء المبادرة من الشركات بيتأثاروا بأسعار السوق المحلي اللي هم ارتبط أيضا بأسعار السوق العالمي وبالتالي بالفعل هناك تحريك للأسعار داخل المبادرة ارتباطا بأسعارها خارج المبادرة ولكن في حدود نقول حدود آمنة بمعنى أن المبادرة ما زالت تحتفظ داخل أسعارها ببعض التخفضات عن السعر في السوق خارج المبادرة نتيجة التيسيرات والتسهيلات والدعم اللي الدولة بتقدمه للمشاركين في المبادرة وعلي أن أنا أروح وأخذ عربية من العربيات بتاعت المبادرة هتقف علي أرخص من أنا أروح أجيب العربية وبعدين أوديها يتعمل لها التعديل التقني اللازم عشان مثلا تعمل بالغاز بالضبط يعني مبدأيا نقول أن من التسهيلات والتيسيرات اللي داخل المبادرة أن هناك المواطن بيحصل على تخفيض مبدأي في سعر السيارة وهذا التخفيض احنا بنحصل عليه من الشركات المنتجة للسيارات مباشرة بمعنى أن سمن السيارة الكاش داخل المبادرة أقل من مسئلتها خارج المبادرة بنسب متفوتة حسب الموديل وحسب الشركة الأمر الثاني أن المواطن بيجد أن هناك تسهيلات ائتمانية بيتيح حليل جهاز المصرف بقيادة البنك المركزي هذه التسهيلات بأولا أن المواطن بيجد أن هناك بنك يقرض سمن السيارة بالكامل مش جزء مش جزء وأيضا بيزيل أعباء عن المواطن مثلا في أنه يقدم جزء من مقدم للسيارة مثلا مثلا ما يحدث خارج المبادرة لا داخل المبادرة ما فيش أي مقدمات الأمر الثاني أن أيضا هذا القرد بيتيح ليه بدون ضامن خارج المبادرة لا بد من إجاد ضامن إلى جانب أن الجهاز المصرفي بيتيح هذا القرد بفائدة سابتة ومخفضة جدا قدرها 3% وهذه الثلاثة في المئة أيضا موزع لعدد الأقصاط والشيء بشي يذكر أن الأقصاط داخل المبادرة بتكون إما سبع سنوات أو عشر سنوات حسب القدرة الاقتمانية للمواطن وحسب اختياره وده طبعا غير متاح أيضا خارج المبادرة الأمر الثالث أن المبادرة بتتيح للمواطن وصيقتين تأمين أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن هذه الوصائق أيضا مخفضة السمن حوالي 50% عن أسعارها خارج المبادرة الشيء الرابع أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتتيح للمواطن ما يطلق عليه الحافز الأخضر هذا الحافز هو مقدم للسيارة الجديدة بتسدد وزارة المالية مباشرة إلى شركة السيارات نيابة عن المواطن وهذا الحافز بيقدر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10% من سمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه في حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه وفي حالة الميكروباس 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه إلى جانب أن المواطن بيتسلم سيارته الجديدة محملة باستوانة الغاز الطبيعي دون تحمل أي عباء تركيب هذه الأستوانة مثل ما يحدث خارج المواطن ويسأوي طبيعي